اشتركوا في القناة العمل مستمر بمراكز لقاح كورونا من 9 صباحا حتى 10 مساء في ايام الاجازات والخبر اخر صحة تناشد المواطنين التزام بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا مع التفاصيل تقى الاجازة الصيفية اليوم لطلاب النقل بعد انتهاء امتحانات شهر ابريل تقى اليوم الخميس الاجازة الصيفية لطلاب النقل من رياض الاطفال حتى الثاني ثانوي عدى الصف الشهادة الاعدادية بعد اداء طلاب سنوات النقل امتحانات شهر ابريل الجاري والتي انتهت امس الاربعاء 28 من نفس الشهر حيث ادى طلاب الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الاعدادي الامتحانات مجمع مدار 3 ايام بدأ الاثنين 26 وانتهت الاربعاء اضافة الى الطلاب الصف الاول والثاني الثانوي العام من المقرر ان يبدأ الطلاب في شهاداتي الاعدادية والثانوية قريبا واختتم امس طلاب صف النقل الرابع الابتدائي حتى الاول الاعدادي والثاني والثاني والثانوي امتحانات شهر ابريل بنظام الامتحانات المجمعة باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا الخبر الثاني غدا ارتفاع في درجات الحرارة بمختلف الانحاء والعظم بالقاهرة 37 تتوقع حيث الارصاد الجوية ان يشهد غدا الجمعة ارتفاع في درجات الحرارة حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري حار على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وعن حالة الطقس ليلا يسود طقس متعدل على كافة الانحاء كشف محمود شاهين مدير ادارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة الارصاد الجوية ان البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الجمعة القاهرة 37-21 الاسكندرية 31-20 مطروح 32-19 سوهاج 39-24 قدع 39-25 اسوان 41-27 والخبر الآخر الصحة مستمرة بمراكز لقاح كورونا من 9 صباحا حتى العشرة مساء في ايام الاجازات اكدت وزارة الصحة والسكان استمرار عمل مراكز تطعيم لقاح كورونا على مستوى الجمهورية بواقع 350 مركز خلال ايام الاجازات من 9 صباحا حتى العشرة مساء دعاية جميع المواطنين الى التسجيل لحصول على اللقاح وقالت وزيرة الصحة ان جميع الطعوم امنة وفعالة ويظهر عن بعض ممن حصلوا عليها بعض الاعراض لكنها في مجملها بسيطة وغير ضارة وتبعت فعالية اللقاح تعني تعرف الجسم على الفيروس الموجود باللقاح وحدوث اعراض تشبه اعراض الاصابة ايضا الخبر الثالث الصحة تناجد المواطنين الالتزام بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا طلبت وزارة الصحة والسكان بدلوة الالتزام بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مناشدة المواطنين التوجه لاقرب مستشفى حال ظهور اي اعراض مرضية عليهم ناشد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان حالات العزل المنزلي بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان من خلال رقم الرسائل النصية 1440 للحصول على الارشادات الطبية وارسال العلاج بالمكان مضيفا الى التواصل مع وزارة الصحة من خلال خط الساخن 105 لتراقي كافة الاستفسارات الخاصة بكورونا والخدمات الصحية والاخرى بجميع محافظات القاهرة شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته